فريق برنامج الثمرة كان شاهد على حدث خاص جداً في محافظة الغربية إقامة يوم حصاد مبكر لمحصول الأرز صنفي ساخة سوبر 302 وساخة سوبر 303 اللي بيتميزوا بالإنتاجية العالية وتحمل ظروف المناخ المتغير بالإضافة إلى أنه مبكر وسريع النض فترة نموه 115 يوم ومعدل استهلاكه من المياه أقل وكان يوم الحصاد بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور خالد جاد والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد البحوث الحقلية واللي أجمعه على همية الأرز كمحصول استراتيجي وهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقلية في استنباط الأصناف الجديدة مبكرة النضج ومتحملة الري على فترات متبعدة ونضرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية دا إلى جانب دور الإرشاد الزراعي في النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف اللي تم استنبطها حديثاً من كافة المحاصيل ولقاء مع الدكتور حمد الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز السوبر والهاجين تحت نضرة المياه والتغيرات المناخية اللي شرح لنا بالتفصيل عن الأصناف الجديدة ومميزاتها المختلفة وعرفنا منه كمان أسباب ارتفاع سعر الرز بالأسواء رغم تحقيقنا الاكتفاء الزاتي منه الدكتور حمد الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز السوبر والهاجين تحت نضرة المياه والتغيرات المناخية أهلاً بك أهلاً يا غني الدكتور حمد الموافي أنت غني على التعريف النهاردة إحنا في موسم حصاد الأرز أحد إنتاج المشروع عرفنا بقى والحقيقة إحنا النهاردة بصدد يوم حصاد يوم سعيد للفلاح المصري في أحدى الصنفين من الأصناف السوبر اللي بدأنا فيها سلسلة تطوير العرز المصري تطويره تطوير الشكل بتاعه تطوير تركبته علشان يتواكب مع نضرة المياه ومع التغيرات المناخية الحقيقة إحنا كنا المشروع ده بدأ إحنا بدأنا حت التغيير التركيبة النباتية بتاعة العرز المصري في سنة 2008 للأصناف الصوبر الحديثة أصناف صوبر يعني أصناف عملاقة أصناف بتتميز إنها السنبولة التعتة سنبولة بها عدد أكبر من الحبوب قد تصل إلى 500 حبايا بالمقارنة ب120 حبايا أو 150 حبايا للأصناف التقليدية سقان قوية وجدول قوية تتحمل نضرة المياه وتتحمل التغيرات المناخية تركيبة مميزة وشكل مميز على شكل حرف V بحيث وسنابل كسيفة وسنابل عالية في الإنتاجية بتصل وزنها لـ 8 جرام وتسعة جرام بالمقارنة بتلتة جرام وأربعة جرام للأصناف التقليدية لكن بدأنا في 2008 استطعنا في 2018 إن إحنا نسجل بقورة الأصناف دي وهي سخة صوبر 300 اللي بتزرع منه السنة دي أكتر من 50% من مساحة الرز في مصر الرز الصوبر العملاق الحقيقة الرز الصوبر العملاق بدأ في الصين بأصناف هندية لكن بدأ في مصر بأصناف جابونيكا طيب يعني التركيبة بتاعتها ملعمة للجودة في السوق المصري بطعم مصري مميز أصناف مميزة محصلها بيصل إلى خمسة طن للفدان بالمقارنة بالأصناف التقليدية اللي كانت وصلت متوسط طن للفدان دي أعلى انتاجية أصناف تقليدية كانت بتصل لأربعة طن للفدان لا دي بيوصل لخمسة طن للفدان كمان بالمقارنة إن احنا كنا أصلا تتبعنا الأصناف التقليدية لحد ما وصلناها لأقصى حاجة إنها وصلت لأربعة طن للفدان وكانت بتستهلك خمس تلاف لست تلاف متر مكعب مية الأصناف الصوبر بتوصل لأربعة تلاف ونص بكتبنا أربعة تلاف لأربعة تلاف ونص متر مكعب مية يعني معنى كده إن احنا بنوفر تلت كمية المية بعد ما قطعنا شوف بتحسين الأصناف التقليدية اللي هي منها جزة 177 و78 وسخة 101 لحد سخة 108 دي اسمها الأصناف التقليدية الأصناف الصوبر بدأت بسخة صوبر 300 وكان الغرض منها إن إحنا يكون عندنا صنف كمان ينتج محصول عالي وفي نفس الوقت استهلاكه من المية قل وفي نفس الوقت الجودة بتاعته عالي النهاردة دكتور حمدي الأصناف الصوبر الرز بتجود في الأراضي كلها؟ طبعا إحنا أصلا مصر بتزرع مساحة في الجزء الشمالي من الدلتا اللي هي محافظات الدلتا اللي في آخر الترع وفي نفس الوقت المتمأسرة بملوحة الطربة اللي حوالي 25% من المساحة في مصر متأسرة بالملوحة إحنا بنزرع الرز في محافظات كبر الشيخ الشرقية الغربية الدأهلية دومياط البحيرة وبعض مناطق من إسكندرية بورسعيد الإسماعيلية الأراضي دي تكون لها أراضي متأسرة بالملوحة الأراضي دي تكون لها في نهاية الترع وعاوزة كمية مية أقل كمان تستحمل بالمية المخلوطة ولذلك طلعنا الأصناف دي الأصناف دي متحملة للملوحة متحملة لنقص المية الأصناف دي إحنا زرعين منها قدي مساحة بقى السنة دي بقى صوبر 300 السنة دي بيشكل أكتر من 50% من مساحة الرز اللي موجودة في مصر النهاردة إحنا بصدد صنفين جداد الصنفين دولات بيعودوا مية وخمستاشر يوم فقط في الأرض من الزراعة لحد الحصاد الصنفين دولات بيتميزوا أنهم ممكن إحلالهم محل الأصناف الأديمة اللي هي جزة 177 مع إنتاجية أعلى جزة 177 إنتاجيته بتوصل تلاتة ونص ده بيوصل خمسة وتلاتة من عشرة طن للفدان بيتحمل جزة 177 ما يتحملش ظروف الحساسية للطربة الملحة ما يتحملش الظروف الغير مواتية الأصناف الجديدة دي اللي بتحلوا اللي سجلت بقرار وزاري مية وتمانية عشرين تلاتة وعشرين أحدى الصنفين عندنا ساخة صبر 301 و302 و303 فدولة الأصناف الجديدة دي مية وخمستاشر يوم استهلاكهم أقصى استهلاك للمية أرباح تلاف متر مكعب مية يعني معنى كده أن بنشتغل على منظومة مختلفة تماما من أرض متحمل الظروف وانت عارف ان احنا أصلا برضو انتجيتنا ما شاء الله عندنا اكتفاء ذاتي من الرز دكتور احنا الخريطة بتاعة الرز المساحة والإنتاج قدقيه في مصر هو هنا المساحة الموصى بها من وزارة الزراعة ان احنا مفروض ما نتخطاش واحد وواحد من عشرة مليون فدان يعني نقلل المساحة ومعظم التركيز بدعنا على الزيادة الرأسية في الرز يعني ده مطلب رئيسي من الدولة عشان ما نستهلكش مية كتير رغم ان احنا غيرنا تركيبة النباتية بتاعة الأصناف انها تتحمل وتقترب من المحاصيل الجفة زي الزراعة أو غيرها لكن ما زلنا متمسكين ان احنا نقلل المساحة ونزود الانتاج لما تشوف انك انت كنت بتاخد اربعة طن من الفدان توصل لخمسة طن لا احنا عاوزين نوصل لستة طن الفدان تابس ازاي اول مرة في مصر بالمقارنة بدول زي الصين وغيرها يكون عندنا اتكارات مؤسرة زي السلالة العقيمة الزكر بتجي ام اتس تمانية وتلاتين دقوم لساقة سوبر تلتمية وتلتمية واثنين وتلتمية وتلاتة الانتاج هجن زيها زي الضرة بالزبط توصل لانتاجية ستة طن الفدان احنا انتاجية مصر كلها من الرز كما دكتور انتاجية مصر من الرز ما تقلش ومش هتقل هذا العام عن ستة ونص مليون طن رز شعير هتدي اكتر من اربعة مليون طن رز ابيض في حين ان استهلاكنا من الرز الابيض احنا اللي احنا محتاجينه من الرز الابيض تلاتة واثنين من عشرة مليون طن معنى كده ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي ويفيد من انتاج الرز تمام عندنا اكتفاء ذاتي بس في ارتفاع كبير في الاسعار النهاردة انا بشوف يعني ان النهاردة بلاحظ في الاسواق ان كل الرز بيوصل لارقام يعني انا اول مرة اشوفها رغم ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي او وصول الابتفاء ذاتي ده يرجع للعرض اللي موجود في السوق ده يرجع للرز فين حتة موجود او كده التاجر او المحتكر للرز او كده ولذلك كل ساعينا ان يكون في سعر مرضي للمزارع يرضي ان المزارع بيصرف على محصول الرز كده يكون الدخل بتاعه منه كده احنا ما عندناش مشكلة على الاطلاق في توفير الاكتفاء ذاتي متوفر لكن المشكلة العرض في السوق وحركة الرز في السوق ده يمكن تأثرت السنة اللي فاتت واللي قبلها لبعض المؤسرات زي فرض سعر معين على توريد المزارع لطن رز بسعر اقل او كده ده يدخل عدم تداول الرز بين المحافظات المختلفة فلا اسيب الرز سلعة امنة لانه هو موجود مكتفزاتيا هيبقى العرض والطلب هو اللي هيتحكم فيه فالحقيقة المشكلة بتاعة السعر مشكلة يعني مؤثر عليها ولكن ليست متعلقة بالكمية المنتجة الكمية المنتجة قلت لسيادتك ما يقرب من مليون طن زيادة موجود بالدليل ان احنا ما استوردناش طن عادي من برا الرؤ الهند اصلا اربعين في المية من الرز بتاعها كانت بتصدره قاسب بتصدر رؤ اربعين في المية لدول العالم رز من الرز العادي بتاعها معا ده رز البسماتي يعني الرز البسماتي الرز الوحيد اللي بتصدر بقابلية ومصر كانت بتستورده لكن الرز التقليدي الاربعين في المية اللي كانوا بتصدره الهند منعت تصدير الرز اصبح ان احنا اصلا الدول اللي موجودة في العالم ما بتصدرش رز تقريبا الا الرز الايه الخاص ولذلك على فكرة ومن ضمن التطورات اللي حصلت في المشروع ان احنا قادرنا نستنبت لاول مرة في مصر رز بسماتي وسجلنا اول صنب رز مصري بسماتي جزة 200 واحد جزة 200 واحد انتاجيته بتوصل لاربعة طن وكمان طلعنا اول هاجين رز بسماتي مصري هاجين مصري بسماتي وسجلناه بالقرار الوزاري 1115 لسنة 2018 وعندنا خطة لزراعة ما يقرب من 100 الف فدان من الرز البسماتي علشان نقلل فاطورة الاستراد من الرز البسماتي اللي بتصل لحوالي 200 مليون دولار فطبعا دي هات حاجات كلها من انجازات اللي موجودة لبرنامج الرز المصري اللي عملاق رسالتك يا دكتور توجهها المين؟ الرسالة اللي بوجهها ان احنا الانشطة اللي بتحصل النهاردة غير عادية على مستوى العالم اللي بيحصل في مصر ده لا يعني لا يضاهي الا البرامج الكبيرة اللي موجودة في الصين او كده ومع ذلك انتاجيتنا في وحدة المساحة عالية لابد من استمرار وطيرة المشاريع البحثية المتفوقة والمتقدمة لتحقيق الانتاجية احنا عندنا النهاردة احنا بنحتفي ب302 و303 عندنا اكتر من صنف ان شاء الله كل سنة ممكن نطلع لكن محتاجين ان يبقى فيه تكاتف اكتر وفهم للبحث العلمي اقوى ودعم له لانه هو ده اللي هيحقق الدخل الحقيقي في الزراعة المصرية الحقيقة الزراعة المصرية بتخترق اقصى الاختبارات الموجودة في ظل التغيرات المناخية ما حدث في تغير في درجات الحرارة وما حدث في تغير في الظروف المناخية قد تدفع الى مجاعة الحقيقة اللي بيحصل في مصر من البحث العلمي ساعد كتير ودعم الدولة للبحث العلمي ودعم الدولة للزراعة اللي بدأت تهتم بيها على نطاق واسح في ظل القيادة السياسية متفاهمة لهذا الوضع هو اللي بيخلينا نحتل هذه المكانة المرموقة اشتركوا في القناة